مرحب بكم أيها الأحباء ونحن نتناول حلقة جديدة في البدايات بدايات سفر التكوين بعنوان السيدة والخادم مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من بدايات سفر التكوين أول أصفار الطورة وتحدثنا في الحلقات الأخيرة عن حياة يعقوب أو إسرائيل أبو الأصباط الاثني عشر واليوم سنكمل قصة يوسف الصديق الذي ترعرى في بيت مليء بالتمييز والتفرقة حيث كان يميزه والده يعقوب ومما أصار إخواته وحدثت أشياء مؤسفة المرة السابقة عندما باعوا أخوهم يوسف لقافلة قافلة الإسماعيلين وهذه القافلة بعت يوسف لرئيس الشرطة في مصر فتفار أو المعروف باسم العزيز أيها الأعزاء درجنا أو عرفنا أن أي إنسان عندما يهاجر أو يسافر إلى بلد أخرى نجد أنه يبدأ أحيانا بمستويات أقل من اللي هو كان يعيش فيها فمثلا يكون إنسان متعلم ممكن يروح يشتغل أي عمل بسيط وأحيانا يطلب منه أن يعيد دراسة هذا التخصص الذي تخصص فيه لأن الدولة الأخرى التي ذهب إليها لا تعترف بشهادته فأحيانا الإنسان بيبتدي من الصف ليس لأنه عايز يحقل نفسه مستوي أحسن وعارف أن البلد التانية أتقدره فبيستحمل أي عمل لكن في قصة يوسف صديق بنلاقي الوضع مختلف جدا جه في أسوأ صورة وفي أقل المستويات مستوى العبد عبد أجنبي ليس له أي قيمة أو ليس له أي مقام لكن مع ذلك عندما عمل خادم وعبد عند رئيس الشرطة فتفار أو العزيز نجد أنه وثق فيه فتفار وأعطاله ثقة كبيرة ويعني أعطاله كل الصلاحيات في البيت أن يكونوا مسؤولون عن كل شيء في البيت الأمر ده هو الحقيقة بسبب الأمانة ربنا بيدي أولاده أن يجدوا نعمة أو يجدوا رضا في عيون الرؤساء عن طريق الأمانة لما بتكون أمين بتلاقي الناس تسج في كلامك بتلاقي الناس بتدي لك مسؤوليات أكبر لأنه عارفينك أن أنت أمين ما يخافوش لو سوا معك أي أمانة أو أي مثلا مبلغ الحقيقة دي بركة كبيرة للأولاد الله الأمناء يوسف كان موصوك فيه جدا لدرجة أنه كان عبد عبراني أو غريب الجنس عن المصريين لكن مع ذلك ترقى وأصبح مسؤول الأول في بيت فتفار لكن بيقولوا أن يعني دوم الحال من المحال وتأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن بيقول هنا تعالوا نشوف حصل إيه في تكوين 39 عدد 3 رأى سيده اللي هو فتفار أن الرب معه أن كل ما يصنعه كان الرب ينجحه فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له كان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري يعني وجود يوسف جاب الخير على بيت فتفار بسبب يوسف كانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل يعني بمعنى صح ربنا خلى فتفار يحس أن يوسف ده شخصية فريدة جدا ونادرة الوجود فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل يعني فتفار بيخش بس يأكل الأكل بتاعه بس ما يعرفش إيه اللي اشتروه في البيت إيه اللي باعوه إيه اللي موجود إيه اللي مش موجود مدي ثقة كاملة لعبد عبراني غريب اسمه يوسف لكن هو حس أن الرجل ده أمين وبيتطاقي إليه كان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر سعاد بيقوله الجمال نعمة ونقمة إزاي يعني الست مثلا أو البنت الجميلة ممكن بتقابل بتحرش كتير أو يعني معكسات أكتر وهنا بنلاقي بقى العكس الراجل أو الشاب الجميل اللي هو يوسف بتقابله مشكلة صعبة أوي المشكلة دي جات عن طريق إيه؟ إن زوجة فتيفار للأسف اشتهت يوسف شاب جميل ولطيف ومؤدب لكن للأسف دي الشهوة ما تعرفش القيم الشهوة ما تعرفش المبادئ الشهوة ما تعرفش الخلق يعني ست متزوجة مفروض تكون أمينة لزوجها لكن ابتدت الحقيقة تغري يوسف أنا أعرف شخص سافر بلد عربية فبيقول أنا سافرت وكنت بعيدة عن أهلي فدي كان فرصة لي أن أعمل لنا عايزه لكن أول ما فكرت الفكرة دي وقعت ورجلة كسرت فحسيت أن ربنا بيقدبني ويقول لي لأ أنا عايزك تعيش في طهارة وما تنساش نفسك مش عشان أنت بلد غريبة وأهلك مش موجودين فالمشكلة أن ساعات إحنا بنعمل حساب للناس أو الأهل لكن يوسف ما كانش بيعمل حساب الناس قد ما بيعمل حساب الله ينبغي أن يطاع الله أقصر من الناس فهو يعني فعلا عامل حساب الزوج عامل حساب سمعته عامل حساب نفس السيدة اللي بيشتغل معها لكن فيه إغراءات الشيطان أكيد بيشغله بيقوله دي ممكن أترفعك وتخليك مركزك كبير ومحدش شايف حاجة لكن يوسف كان بيرعى ربنا كان شايف أن ربنا معه في كل حتى كان الرب مع يوسف يعني في كل خطوة فيه اتصال وفيه حضور لله في حياته وفيه أيضا التزام من يوسف أن ربنا معاه في صداقة تامة فقال يوسف ايه في تاكوين تسعة وتلاتين تسعة ليس هو في هذا البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا اللي هو زوج الست ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأتهم فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله يعني أول واحد أنا أعمل حسابه هو ربنا أكثر شخصية أنا هسيء إليه هو ربنا ربنا شايفني إزاي أعمل حاجة وربنا معايا وبعد كده هيسبني كيف أصنع هذا الشر العظيم خطأ كبير أن أنا أخونك وأخون زوجك وأخون عائلتي والدي وأخون ربنا هي فعلا في ناس يقولك ليه يخونها في إيه بيخون الست في أنه يعني طوحها في حاجة غلط طوحها في عدم الأمانة الحقيقة الست كانت شريرة والحقيقة أن ساعات الخطية بتلحها الإنسان وفعلا ألحت مرة تاني فما كان من يوسف إلا عمل العظيم وهو الهروب الهروب معناه معناه أن الإنسان بيحفظ نفسه من الشر يعني إزاي الإنسان يمشي على النار ولا تكتوي رجله لما يكون الإنسان قاعد مع ناس بيتكلمه كلام مش كويس مرة واحد راح في شغلة جديدة وكان زميله بيتكلمه كلام بذيء وكلام مصير فقال لهم أنا مش مستعد أخلي وداني سلت زبالة يعني أنا مش أقعد أسمع حاجات وحشة بعدين أبتدي أفكر تاني بالحاجات دي فيوسف عمل العمل العظيم وهو إيه؟ الهروب الهروب دي أحسن حاجة أن الإنسان ما يقفش قدام طيار الشر عشان كده بولس بيقول لتيميثاوس أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي يعني أحسن شيء هنا أنك تهرب كانت نظرة يوسف لإمرأة فتيفار نظرة طاهرة نظرة شريفة لأن الإنسان المسيح بيحذر أني نخلي بالنا من النظرة الثانية النظرة الأولى أنت شفت واحدة معدية كلمت واحدة في الشغل وخلاص دي نظرة عادية أو نظرة أولى النظرة الثانية نظرة التركيز والتأمل والشهوة المسيح حذرنا قال ما النظرة إلى إمرأة ليشتقيها في قلبه فقد ذنى بها يعتبر كده زنى في الحقيقة النظرة دي تعتبر زي الشرارة الأولى الشرارة الأولى اللي بعدها يجي الخطأ فربنا بيعلمنا وبيحذرنا أننا لا ننساش نفسنا أن احنا نخلي بالنا من النظرة دي بعد كده من نجد أن زوجة فتفار ابتدت تشتكي وتصرخ وتقول أن يوسف ده هو اللي جاي علشان يتحرش بي هو اللي بيعكسني هو اللي عايز يقعني في الخطأ وده طبعا بنقول عليه أن الشهوة بتبقى شهوة أنانية يعني بتدور على نفسها لكن المحبة تطلب لا تطلب مال نفسها يعني الإنسان بيحب عمره نيشتكي من المحبوب أو يضره لكن الإنسان اللي عنده شهوة تلاقيه سهل جدا أن يضر الشخص تاني فهنا ضرته لأنه بتقول عليه أنه هو اللي عايز يعمل حاجة غلط فطبعا الكلام ده هيوصل للزوج والزوج طبعا يعني غيرت الرجل دي بتبقى صعبة فعلى طول حطه في السجن سجن يوسف أحبائي يوسف كان قوي وكان بطل لأنه كان الرب معه وهو كان مع الرب كان دايما شايف ربنا معه زي ما قال داود جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني شايف أن ربنا قدامه لأنه عن يميني فلا تزعزع أنه هو واقف بجنبي إزاي أنا أخاف فكان دا يوسف برضو كان يخلي ربنا قدامه عشان كده بس الخطيئة أن هي الشيء يعني مقزز الله أنه يشوفه بيعمل الخطيئة أنه شيء لا يمكن أبدا أنه هو يوصل للشر العظيم يعني دي خطيئة كبيرة وقدامه اعتبرها شر عظيم أو خطأ يعني فادح كده ويعني ناجس جدا هو يعمل حاجة كده فقال إزاي أعمل هذا الشر العظيم وأختي إلى الله هل إحنا في الرعي ربنا في كل عمالنا نعلم أولادنا أنهما يراعوا ربنا حتى من ورانا وحتى من وراء المدرسين هل من قلوهم ما تغشوش حتى لو الأستاذ مش شايف ما تاخدش حاجة مش بتاعتك حتى لو ما حدش عارف تراعي ربنا لو الناس رعت الضمير وراعت الأمانة حباً في الله وطاع لله تأكدوا الناس ستعمل شوالها كويس وتحافظ على بعضيها ويبقى في حياة طهرة في حياتنا نلتقي إن شاء الله بعد الفاصل أعزائي مرحب بكم مرة أخرى في الحلقة التي وضعنا لها عنوان السيدة والخادم السيدة هي زوجة فتفار أو العزيز والخادم كان يوسف وللأسف كان عبداً ولكنه ترك وأصبح الوكيل الأول لوزير داخلية أو رئيس الشرطة أو مدير الأمن العزيم فتفار فكان هو المسؤول عن بيته مسؤول عن كل شيء ما كانش يعرف حاجة فتفار في البيت إلا الأكل هياكله بس أنه هيكل إيه النهاردة أو يشرب إيه فكان مديله سكة كبيرة لأنه شاف فيه أمانته طبعاً أنت عارفين أن الناس اللي هم في مراكز عالية عندهم زكاء وفطنة بيقدروا يعرفوا الشخص ده أمين ولا مش أمين بيختبرهم بحاجات بسيطة ساعات فيه تجار مثلاً زي ما سمعنا أنه يحطوا فلوس كده بالقصد بيشوفوا العامل الجديد ده وهياخدها ولا يرجحها فأكيد اختبروا فتفار وعرف أنه أمين جداً في الصغيرة وفي الكبيرة والأمين في القليل أمين في الكثير فده له مسؤولية أكتر قال له أنت مسؤول عن كل حاجة مسؤول عن كل حاجة يعني يخش في كل القوض محدش يعترضه للأسف حصل ميل وإعجاب من زوجة فتفار وإنتوا عارفين القصة أن كانت نظرة شهوانية الشهوة يا جماعة ربنا بيحذرنا منها جداً جداً في سفر الأمثال بنجد أن ربنا بيقول لنا نخلي بالنا أن ننتبه لنفسنا الشباب وغير شباب الخطية والشهوة لا تعرف عمر أو مركز أو حتى قرابة الشهوة بتتعدى كل الأمور ده ممكن الواحد يفكر في واحدة صغيرة جداً أو واحدة تفكر في واحد صغير زي مراد فتفار ما تعرفش ما لهاش أي حدود ما لهاش أي ضوابط تعالوا نشوف كده إزاي ربنا بيكلمنا إن إحنا نخلي بالنا بموضوع الزنة بالذات بيقول في أمثال إصحاح ستة في عدد أربعة وعشرين من أول عدد أربعة وعشرين لحفظك من المرأة الشريرة من ملك اللسان الأجنبية بيقول لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدوبها يعني لبسها الخلية أو جمالها ما تنظرش النظرة التانية اللي هي النظرة الشهونية لأنه بسبب إمرأة زينية يفتقر المرء إلى رغيف خبز وإمرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة أيأخذ إنسان نار في حدنه أيأخذ إنسان نارا في حدنه ولا تحترق ثيابه أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه هكذا من يدخل على إمرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا لا يستخفون بالصارق ولو صارق ولو صارق ليشبع نفسه وهو جوعان يعني لو واحد حرامي وسرق ممكن يبقى علاجها أسهل من الزين إزاي هيدفعه موسى من تعويض أو حاجة زي كده إن وجده يرد سبعة أضعاف ويعطي كل كنية بيته ممكن يدفع كل كنية بيته يعني اللي عنده كل ممكن يدفعه من ناحية المادية أما الزين بإمرأة فعادم العقل المهلك نفسه هو يفعله ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى يعني الحرام يمكن تتنسي الخطيئة بتاعته أو الجريمة بتاعته لكن اللي بيزني ده بيبقى عاره لا يمحى غير الضرب والخزي يعني ياخد ضرب بدني وياخد كمان إهانة نفسية لأن الغيرة لأن الغيرة هي حمية الرجل الغيرة هي حمية الرجل يعني غيرة الرجل في ناحية الشرف والعرض بتبقى قوية جدا فلا يشفق في يوم الانتقام يعني ممكن بيحصل زي ما أنتم عارفين ممكن يحصل قتل لأن الغيرة هي حمية الرجل أما تبقى الغيرة الرجل على العرض أو على النساء اللي هما تابعوا بتبقى قوية وبتبقى ساخنة جدا لا ينظر إلى فدية ولا يرضى ولو أكسرت الرشوة يعني لو قلت له خد فلوس وسامحني ممكن يقولك لا أحبائي بعد كده الكصة بتستمر والكتاب بيذكر الوحي بيقول لنا أن يوسف اتسجن زي ما فتفار طبعا سمع الكصة اللي هي مؤلفة وباختراع زوجته فأدخله السجن في السجن هناك كان الله معه أيضا يعني الشيطان يتتبع يوسف وعمال يحربه وعايز يقضي على يوسف ويفشل يوسف لكن الله من ناحية أخرى كان بيسند يوسف ربنا بيقول لا تخف لأني معك قد أيدتك وأعنتك وعددتك بيمين بري ربنا بيقول ما تخافش أنا وقف معك حتى للحرب عليك قوية ربنا وقف مع يوسف حتى في السجن رئيس بيت السجن شاف أن يوسف كان أمين وأكيد عارف أن التهمة دي بين عليها باطلة إزاي راجل أمين في كل شغله وبيشتغل لغاية يعني كل ساعات عمله أكتر من باقي المساجين وأمين في الحاجات الصغيرة يكون عمل العاملة السودة دي أو الخطأ الجسيم المشين اللي هو دخل السجن على أساسه طبعا رئيس السجن شاف أن الرجل ده أمين مقتنعش أكيد مقتنعش أن يوسف كان عمل غلطة زي كده مع أمراض فطفار فخلاه برضو مسؤول خلاه برضو وكيل عنه في كل السجن يعني شوف ربنا إزاي بيوفق أولاده حتى لو الأعداء تكسروا عليه حتى لو الشيطان يعني صوب كل سهامه عليه نجد أن فعلا ربنا وقف مع يوسف وحصل أني أرقاه وخلاه يعني ليه مركز كبير في السجن وإنت المسؤول عن كل حاجة يوسف فتعال نشوف نقرأ كده هنلاقي بيقول في عدد برضو تكوين تسعة و تلاتين عدد واحد وعشرين ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن برضو لقى رضا ولقى يعني موافقة ونقول عليه يعني أن رئيس السجن كان راضي عنه فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرة كان مبسوط منه وكانت سعيد بعمله قال له أنت بسرع عن كل الأسرة ده راجل بيقوله عليه يعني تحرش بزوجة رئيس الشرطة لا أنا شايف أن هو رجل مش كده خالص الذين في بيت السجن وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل هو اللي كان مسؤول عن كل حاجة في السجن ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيء أن البت مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه يعني كان ميقرفش حاجة كل حاجة يوسف مسك زي برضو موضوع فتيفار كان مسلم له كل الأمور ما كانش بيراجع عليه ولا يشوف الحسابات ولا يشوف أي حاجة بتحصل النهاردة ولا مبارح كان مسلم له كل شيء وعش كده قال يوسف في وقت التجربة الصعبة قال لمرأة فتيفار أنه زوجك مسلمني كل شيء في البيت أنا ما فيش حد أعظم منه في المكان لكن لم يمسك عني إلا أنت اللي أنكي امرأتهم يعني أنت الحاجة الوحيدة اللي أنا ما أقدرش مسها لكن كل شيء في البيت أنا مسؤول عن الحسابات وشغل وأجور كل حاجة أنا مسك لكن إلا أنت لأن أنت امرأة دي حاجة تخص هذا الرجل فهنا برضه في السجن كان لي مركز كبير أنا عايز أقول لإخوات الشباب بالذات اللي الشيطان سعاد بيقاحهم في تجارب زي كده خلي بالك لأن معظم النار من مستصغر اشترر يعني اشتررها الأولى ممكن تعمل مشكلة كبيرة فلان معقول يعمل خطأ مع بنته ولا حاجة تستغرب أنا أقول لكم على حاجة حصلت فعلا الإنسان كان متدين وكان مواظب على الاجتماعات الأبادة والصلاة كل الناس يقول أن هذا الإنسان راجل فعلا متدين جدا لكن يفاجئ الناس والمجتمع الديني يصدموا عندما يعرفون أن هذا الإنسان سقط في خطيئة مع فتاة صغيرة فتساءل الجميع هذا الإنسان كان متدين ماذا حدث فوجدوا أن هذا الشب كان يطالع المواقع الإباحية وفي بيته سرا طبعا الأشياء دي محد شايفها واحد عمالي بص على حاجات مش كويسة مواقع يعني إباحية فيها مناظر مش كويسة فيها أفكار بتدخل في عقل الإنسان وتتخزن طبعا ما حدش عارف لكن هذا الإنسان مع الوقت بقى كل تفكيره في هذا الأمر لدرجة أنه سقط في الخطأ فالشيطان ما بيقولش الواحد على يقتل ولا إسرق ولا إذني لكن بيقوله اهمل شوية في الأمانة أنت قاعد لوحدك شوف اللي أنت عايزه المواقع دي صعبة على الشباب جدا أيها الحباء النظرة التانية برضه صعبة إن الإنسان يسيب نفسه ينظر الكلام والاستماع لازم نخلي بنا مش أي حاجة نسمحها وعشان كده المعشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة لازم نشوف أولادنا بيعودوا معاين وكل شاب برضه يشوفه بيعود معاين الكلام اللي مجد الله الكلام فيه نقاء وفيه قداسة الكلام اللي هو ما ينسبكش إنك تسمعه وبيتخزن في عقلك أحبائي ربنا بيقولنا احفظ نفسك طاهرا وإهرب الشهوات الشهوات الشبابية إهرب منها المجلس اللي فيه كلام مش كويس إهرب منه مش عيب إذا كان فيه صداقة معاينة هتسبب لك مشكلة برضه ابعد عنها ربنا بيقول خلي بالك خلي بالك مرة واحد كان برضه سافر وبعنى لقى الرئيسة في العمل بتتودد إليه مع أنها متزوجة وطلبت منه أني طبعا اتجوزها فقال لها إزاي أنت متجوزها في الآخر لما لقى فيه إلحاح زي مرات فتفار كده مع أنه مسافر برة وبعد عن أهله لكن قال لا أنا مش ممكن أسيب نفس الغلط واستقال من شغله عشان يحفظ نفسه شوف قده الأمانة أحبائي وبعد كده ربنا طبعا رزقوا بالشغل كويس بعد كده خطيط الزنا خطيط خطيرة في مجتمعنا العربي بالذات بيعتبروها حاجة يعني خطيطة أو فضيحة كبيرة لكن ربنا عنده كل خطايا وحدة حتى النظرة الشريرة هي تعتبر زي زينا ربنا يساعدنا أن نشجع أولادنا أن يحفظوا المداخل اللي هو النظر والأذن والكلام لأن لو حافظنا على أولادنا وعودناهم أن هم يتغذوا أو يسمعوا أو يعرفوا الحاجة الكويسة الأمور الدينية مش ممكن يقعوا في الخطيئة أعزائي أرجو أن نقصي أولادنا بحياة الطهارة التي تحفظهم طاهرين ونجاحين كما كان يوسف ونقصيهم أن هم يكونوا قاربين من الله لكي يعيشوا في جو طاهر ونقي دائما مع أصدقائهم وفي كل مكان أرجو أن تتواصلوا معنا عن طريق الإيميل المكتوب على الشاشة وأيضا عن طريق النمر الهواتف التي ترونها الآن سعدنا بكم والله معكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر